اجتماع حافل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة بروكسل أجندة مليئة بملفات شائكة وحزمة عقوبات رابعة على إيران ومناقشة حزمة عاشرة على روسيا وقرارات حول مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بعد دقائق على انتهاء الاجتماع تمخضت أولى نتائجه موقع الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي نشر على حسابه في تويتر تغريدة مفادها الوزراء اتفقوا على تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة على إيران والتي تشمل سبعة وثلاثين شخصية وكيانا الكثير منها يتبع الحرس التوري الإيراني اليوم تبنينا الحزمة الرابعة من العقوبات على خلفية قضايا حقوق الإنسان ضد النظام الإيراني وأضفنا للقائمة سبعة وثلاثين مسؤولا وكيانا إيرانيا هذا التوتر الواضح في العلاقات بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وطهران أدى لجمود أصاب جهود إحياء المحادثات النووية تفاقم التدهور في الأوينة الأخيرة خاصة بعد أن اعتقلت السلطات في طهران عددا من المواطنين الأوروبيين ما يمكن أن نقوم بطلبه اليوم وأن يقوم وزراء الخارجية المجتمعون حاليا ومنهم جوزيب بوريل بتحمل خمس دقائق من الشجاعة أن يقوم هؤلاء الوزراء بظهر الشجاعة بوضع الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة مؤسسات الإرهاب أما روسيا التي خضعت فعليا لتسع حزم من العقوبات على خلفية عمليتها العسكرية ضد كييف والتي تلقت أولها في الثالث والعشرين من فبراير الماضي فكانت موضع نقاش بين الوزراء وتمتين تطبيق الحزم التسع السابقة استعدادا لفرض حزمة عاشرة سيتضح معالمها خلال الأسبوع المقبلة أوكرانيا والتي تعتبر الملف الأهم على أجندة الوزراء حصلت على دعم من الاتحاد الأوروبي بشريحة سابعة من المساعدات مقدارها نصف مليار يورو ليصبح إجمالي الدعم العسكري المقدم من المفوضية بشكل مباشر أربعة مليارات يورو أقوبات وتسليح وملفات ساخنة على أجندة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد ما يؤشر إلى أن شتاء 2023 سياسيا لن يكون باردا كطقصه وأن الأشهر المقبلة تنذر بمزيد من المعارك السياسية التي سيخوضها الاتحاد الأوروبي سواء على حدوده الشرقية أو حتى خارج جغرافية القارة باسل الطناني تيريتي عربي بروكسل